نكمل الحرى الليلة من الانتخابات الأمريكية. حيث عادت ولاية جورجيا الجنوبية المتأرجحة لتكون ساحة خلاف بين الديمقراطيين والجمهورين. بعد أن توجه الديمقراطيون لمقاضات مجلس انتخابات الولاية. لإسقاط القواعد الجديدة التي تم تبنيها يوم أمس. ويمكن استخدامها لرفض التصديق على نتائج الانتخابات. وتأجيل إعلان النتائج النهائية للولاية. وقدم الحزب الديمقراطي الوطني والحزب الديمقراطي في جورجيا دعوة قضائية لمحكمة الولاية في أتلانتا. لإسقاط القواعد الجديدة. لأنها كما يقولون تنتهك قانون الولاية. الذي يجعل عملية التصديق على الانتخابات واجبا إلزاميا. وكان مجلس انتخابات ولاية جورجيا أقر يوم الاثنين قاعدة جديدة. تمنح مسؤولي الانتخابات المحليين سلطة إضافية لمراجعة فرز الأصوات. قبل التصديق على النتائج. ووفقا لشبكة CNN فإن قاعدة المصالحة قبل التصديق. هذا هو اسم هذه القاعدة. ستسمح بإعادة فرز الأصوات يدويا. لضمان أن العدد الإجمالي للأصوات الذي أدلي به. لا يتجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الذين صوتوا. فما هو الثقل الذي تشكله ولاية جورجيا في هذه الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ ما هي الدوافع وراء إقرار الولاية لهذه القاعدة الجديدة التي تسمى التسوية قبل التصديق؟ وعلى ماذا تقوم هذه القاعدة الجديدة؟ وكيف لها تعجيل عملية فرز الأصوات والحد من أي تأخير؟ وهل ستؤدي إلى إنهاء التشكيك بنتائج الولاية المتأرجحة والأكثر جدلا في الانتخابات؟ جدل جديد بين الديمقراطيين والجمهوريين عنوانه هذه المرة ولاية جورجيا المتأرجحة مجلس انتخابات الولاية أقر قاعدة التسوية قبل التصديق والتي ستسمح بإعادة فرز الأصوات يدويا لضمان أن لا يتجاوز العدد الإجمالي للأصوات التي تم الإدلاء بها العدد الإجمالي للأشخاص الذين صوتوا وفقا لما أوردته شبكة CNN الأمريكية وبحسب نص القاعدة سيسمح لمسؤولي الانتخابات في المقاطعة بالتحقيق في أي تناقضات محتملة إذ صوت لصالح هذه القاعدة ثلاثة مقابل اثنين من أعضاء مجلس الانتخابات المكون من خمسة أعضاء وقد تقدمت بالاقتراح رئيسة الجمهوريين في مقاطعة كوب سالي جروبس إذ أوضحت في تصريحات صحفية أنها تعتقد أن نتائج الانتخابات الرئاسية في مقاطعتها لعام 2020 كانت غير دقيقة لكنها تقول إن القاعدة ستوفر إطارا لضمان أن يكون لكل شخص صوت واحد فقط المعينة الديمقراطية الوحيدة في مجلس الإدارة سارة تندل جزال ورئيس مجلس الإدارة جون فيرفيي سوت ضد القاعدة فيما أعربت جزال عن مخاوف قانونية بشأن الواجب الإلزامي المطلق للتصديق على مستوى المقاطعة أما الحزب الديمقراطي الوطني والحزب الديمقراطي في جورجيا فقد قدم دعوة قضائية لمحكمة الولاية في أتلانتا لإسقاط القاعدة الجديدة لأنها بحسبهم تنتهك قانون الولاية الذي يجعل عملية التصديق على الانتخابات واجبا إلزاميا وقرعت هذه الخطوة التي اتخذها مجلس انتخابات ولاية جورجيا أجراس الإنذار لدى الديمقراطيين والنشطاء في مجال حقوق التصويت والتي أتت في ولاية شهدت جدلا بشأن نتائج انتخابات 2020 وتحول هذا الإجراء الروتيني إلى معركة سياسية وسط اتهامات بمحاولة التدخل في نتائج الانتخابات إذا فشل الرئيس السابق دونالد ترامب مرة أخرى في ولاية جورجيا للمزيد لمعرفة ما هي هذه القاعدة الجديدة وما هو تأثيرها ينضم إلينا من واشنطن ديفيد دورتي مدير البرامج والمستشار السابق في المعهد الديمقراطي الوطني لشؤون الدولية ندي آي وسهيل خان المستشار السياسي سابقا للبيت الأبيض في إدارة الرئيس الأسبق بوش أبدأ معك أستاذ دورتي برأيك ما هي الدوافع وراء هذه القاعدة الجديدة في جورجيا طالما هي لضمان أن يكون لكل شخص صوت واحد فقط هذا ليس لضمان أن كل شخص له صوت فهذا معمول به منذ سنوات الهدف هو وضع رمز سياسي مسؤول عن عملية الانتخابات انتخابات 2020 النتائج تم فرزها وإعادة فرزها تصديقها وإعادة تصديقها ثلاثة أو أربع مرات لم يكن هناك أي مشاكل في التصويت ولكن الجمهوريون خسروا هذه محاولة لجعل المسألة تبدو وكأنها حل مشكلة ولكن المشكلة غير موجودة هذه مسألة سياسية وضع أناس سياسيين مسؤولين عن عملية ليس لها علاقة بالسياسة الجمهوريون خسروا ولاية جورجيا وهم يحاولون أن يكونوا مسؤولين عن عملية فرز الأصوات وإحصائها هذا سوف يتم تحديه في المحكمة وربما يلغى أو يؤجل إلى ما بعد الانتخابات أريد قبل أن أنتقل للأستاذ خان أريد أن أعرف منك أستاذ دورتي عندما تقول بأنها ليست لضمان أن يكون هناك صوت لكل شخص بل أن يكون هناك شخص سياسي من هو هذا الشخص السياسي يتعين يكون هذا الشخص سياسي في المجمع الانتخابي هل سيكون من المندبين أين سيتم وضع هذا الرمز السياسي أو الشخص السياسي هذه لوائح ولائية يتم تنفيذها في ولاية جورجيا عن طريق مفوض انتخابات سماه ترامب في خطاباته هناك ثلاث جمهوريين تابعين لترامب المسألة ليست التأكد من أن الشخص له صوت واحد وإنما التأكد من أن مجموعة من الناس هي التي تحدد أي صوت يأخذ بالاعتبار ما حدث في 2020 الجمهوريون لم تعجبهم النتائج أستاذ خان أنت سمعت إلى ما يقوله دورتي هي ليست لضمان كل شخص يكون له صوت هذه عملية أصلا معمول بها بل هي لحل مشكلة غير موجودة لماذا وضع المزيد من العراقيل في انتخابات هي أصلا مأزومة وفيها توتر سياسي المسألة ليس وضع المزيد من العراقيل وإنما التأكد من وجود ثقة في العملية هذه قاعدة مجلس انتخابات جورجيا وضعها لتأكد من أن عدد الأصوات لا تزيد عن عدد الناخبين في الدائرة لقد كانت هناك انتخابات ديمقراطية ثلاثة من خمسة وضعوا هذه القاعدة للتأكد من أن عدد الأصوات التي يتم الإدلاء بها لا تزيد عن عدد الناخبين جورجيا ولاية متأرجحة لا شك في ذلك والرئيس الحالي بايدن فاز بها بـ 12 ألف صوت وترامب أو جمهوريون فازوا فيها مرتين وهذا الإجراء هدفه إعطاء مستوى آخر من الشفافية والثقة لناخبي جورجيا وأنه قبل التصديق سيكون هناك فرز حقيقي الفرز لن يغير أو إدارة الانتخابات لن تتغير وإنما نريد التأكد أن عدد الأصوات لا يزيد عن عدد الناخبين المؤهلين المعارضة الديمقراطية مبالغ بها ولأن الرئيس ترامب مدح هذه القاعدة كان هناك رد فعل مبالغ به من قبل الديمقراطيين الذين رفعوا قضية وسنرى ما سيحدث في هذه القضية هل هذه ضمن صلاحيات مجلس الانتخاب في جورجيا اتخاذ القرارات قبل التصديق نريد التأكد مرة أخرى أن هناك فرز صحيح أستاذ دورتي هل تتخوفون من أن تأتي النتيجة القانونية في المحكمة غير متوقعة ما هي العواقب القانونية التي قد تنجم برأيكم عن هذه القاعدة طالما هناك دعوة مرفوعة خصوصا ضد هذه القاعدة الجديدة أعتقد أن زميلي غير صادق في تحليله فهمي أن ما تفعله هذه القاعدة هي أنها تضع على مستوى الانتخاب المحلي تضع القدرة على رفض التصديق على النتائج مما يضع راقيل هذه ليست مشكلة ولكن هذا مستحيل أن يحدث في أي حالة يجعلون أن هناك مشكلة ولكن لا توجد مشكلة هذه عملية وضع ناس سياسيين مسؤولين عن عملية انتخابية مما يمكنهم من رفض التصديق على الانتخابات إن لم تعجبهم النتائج هذا ما حاولوا عمله في أعقاب انتخابات 2020 ولكن هذه المرة يريدون أن يفعلوها تحت غطاء رسمي نريد منع ذلك هذا شيء سخيف وفي الواقع هذا يعمل على تآكل الثقة في العملية الانتخابية الانتخابات يمكننا دائما أن نعمل للتأكد من أنها تبقى سليمة ونزيها هذه فقط محاولة لإعطاء الجمهوريين الفرصة بعد الانتخابات أن يرفضوا التصديق على النتائج إذا لم تعجبهم أعتقد أن هذه ستكون وصمة على جبين قدرة جورجيا على القيام بانتخابات الانتخابات يجب أن تكون انعكاس لإرادة الشعب وليس حزب واحد هذا ما حدث في 2020 وكما أشار زميلي الديمقراطيون فازوا وطرمب عفوا بايدن فاز على ترمب بـ 12 ألف صوت عفوا أستاذ خان قبل أن ترد على الأستاذ دورتي أريد أن أعرف منك هل في نص هذه القاعدة فعلا ما يقول بأنه فقط يجب تعداد كل الأصوات ليكون لكل شخص صوت أم هناك فعلا تعيين لأشخاص كي يرفضوا تصديق الانتخابات إذا لم تعجبهم النتيجة ونحن رأينا بأن ذلك حصل كان ضد ما كان يقول له واستمعنا إلى الاتصالات الهاتفية المسربة من قبل ترمب لحاكم الولاية وكان يريد منه عدم الاعتراف بالنتيجة هل كما قال أستاذ دورتي هذه مرة أو محاولة من خلال هذه القاعدة كي يكون هناك فعلا بشكل رسمي رفض للنتيجة إذا لم تعجب ترمب الإجابة هي لا هذا ما كنت حاول قوله لا توجد محاولة لإضافة طبقة جديدة أو أناس جدد مسؤولين عن الانتخابات هناك معيار وبعكس ما قاله الضيف لا يمكن رفض الانتخابات إذا لم تعجبهم النتائج هناك معايير وهذه القاعدة تسمح لمجلس الانتخابات أستاذ خان ولكن هذا أستاذ خان هذا حصل الجميع استمع إلى التسريبات الصوتية للمكالمة الهاتفية من قبل ترامب لحاكم الولاية وكان يطلب فيها عدم الاعتراف وتأخير عملية التصديق على الأصوات هذا الموضوع حصل أليس ذلك صحيحا نعم حدث كانت هناك مكالمة تلفونية وما حدث هو أن الانتخابات تمت المصادقة عليها لأن هناك معيار مجلس الانتخابات في جورجيا سواء نائبة الرئيس كاملا هاريس اتصلت أو الرئيس سابق ترامب اتصل عليهم أن يتبعوا القانون وإذا لم يكن هناك أي خلل فلا يمكن عدم المصادقة على النتائج نعم كانت هناك مكالمة من قبل ترامب لمسؤول الولاية في جورجيا ولكن الانتخابات تمت المصادقة عليها لم تكن هناك سلطة إضافية لتغيير النتائج ماذا لو هذه المرة لن تتم المصادقة وتأتي الاتصالات من قبل المرشحين أين هي قانونية أن يتدخل مرشح لمسؤولي الولاية بتأخير أو عدم التصديق على نتيجة الانتخابات هذا ليس شيء غير مسبوك إذا كانت هناك شكوك لدى المرشحين يمكن أن يذهبوا إلى المحكمة لرفع قضية لإيقاف العملية أو عدم التصديق هذا ما حاول ترامب عمله وقد خسر خسر في حالة جورجيا وخسر في حالة أريزونا وخسر في ميشيغان وفينسلفينيا إلى آخره إذن هذه القاعدة أكثر نشاطا والديمقراطيون يسمحون أو هذا التغير الطفيف في القواعد في جورجيا يضيف طبقة ثقة أكثر للنظام الانتخابي لسوء الحظ الديمقراطيون يعتقدون أن النظام أصبح سياسيا الآن كان دائما سياسيا ولا يوجد تغيير في عدد المسؤولين الذين يديرون الانتخابات هذه القواعد لا تزال كما هي ومجلس الانتخابات ما يحاول عمله هو التأكد من أن الأرقام والأصوات تعادل عدد الناخبين نريد أن نكون منصفين ونريد التأكد أن النتائج صحيحة وهذا يضيف مستوى آخر من الدقة أستاذ دورتي هل تؤمن بقرار المحكمة طالما هناك تأكدات من الأستاذ خان كما استمعنا بأن هذه القاعدة ليست لتغيير أو تأخير نتيجة الانتخابات والتصديق عليها بل ضمان عدد الأصوات هل تتخوفون من أن تؤدي هذه الإجراءات وهذه القاعدة إلى تشديد الإجراءات الانتخابية في ولايات أخرى لا أعرف ما هو التأثير أرجو أن يكون قليلا ونحن نقترب من الانتخابات هذا أحد الأسباب التي يمكن أن تؤجل اتخاذ القرار لما بعد انتخابات 24 أنا أتفق مع الضيف أن نظام الانتخابات حيوي جدا وهذا يضيف أداء أخرى لإحباط التصديق تصديق الأصوات لا توجد مشكلة مرة أخرى هذا حل لمشكلة غير موجودة وهذا يعطي الأماكن التي لي الجمهوريين قدرة إدارية وقدرة على حجب التصديق إذا لم تعجبهم النتائج هذا ليس صعب لا توجد مشكلة هنا والهدف ليس منح ثقة لا توجد حالة الناس تصوت فيها بدون أن يكونوا مسجلين كانت هناك إزالة لـ 12 ألف صوت لم تعجبهم لا يجب أن يكون هناك إحصاء للأصوات التي لا تعجبهم يجب أن يكون هناك تطابق بين عدد الناخبين وعدد قسائم الاقتراع هم يريدون تجاوز إرادة الشعب أستاذ ديفيد دورتي وأستاذ سهيل خان شكرا على هذا النقاش